من ناشئين نادي الأهلي عدت كم سنة؟ أنا أصبح ناشئين نادي النيل من 9 سنين كنت في نادي النيل وكنت بروح كل سنة نادي النيل يعتبر لا تلعب ولا تقوم لا نادي النيل يسمون الأهلي بأن كل سنة نادي الأهلي بياخد الناشئين بتقوى كلهم كان النادي الأهلي آخر سنة لي كان 14 سنة أو 15 سنة كان بياخد كل الناشئين من سن 9 سنين لحد سن 14 سنة بروح يختبروا في النادي الأهلي بس نظام الاختبارات زمان كان بيتيجي ناس من كل حتة فبيبقى المساحات بتبقى دياقة شوية فما بتقدرش تشوف حد كويس أو مش كويس إن كل بيحاول يزبط نفسه فكل بيجري ورا الكورة طبعا الناشئين عماتنا بيجي يختبر عايز يزبط نفسه كمان فروحت كذا مرة فأنا كنت في الناشئين يعني كان اسمي مسامع كويس قوي الحمد لله فروحت نادي اتحاد وثمان لهو مزار عدين فأنا رحت النادي واتعقدوا معي فعلا كان ساعته الفلوس بأربع تلاف جنيه يعني الشراء كان كده ساعته فكابتن عماشا قال لي كابتن خالد جداله وكابتن ديها السيد قال له أنا الأحمد اللي أنا أقولتركه عليه كذا مرة راح يتحاد وصمان راح كابتن خالد وكابتن ديها قال له له لأ نشوفه في الملعب فأنا نزلت اختبرت مع فرد كرينة سنة كنت داخل على 14 سنة 44 سنة فنزلت معهم في الملعب اختبرت وكان تأسيمات والحمد لله كنت كويس يا فبعد التمرين فأهل مدية ناصر راح كابتن خالد جداله ناد علي قال لي انت نظمك ايه في النادي بتاعك قلت له أنا مقايد في النادي قال لي طالعا احنا عايزين ورق بتاعك فأس رحت للنادي كان الله رحمه كابتن أحمد ماهر كان مسك في النادي اللي كان هو مدير النادي النيل كلموه والحمد لله خدت اللي استغنوا وتاني يوم كنت معهم على طول يعني من 14 سنة اه وانا سننا 14 سنة بدأت على طول الماتشات يعني اول ما ماضيت معهم كان اول ماتش لنا كان مركز شباب من بابا في مبابا بعدها كان بعدها باربع تيام رح تلعب المغراضي وفضلت العب معهم على طول بقى كملت جي في سن اللي هو 16 و 17 سنة كان هيعمله دمج للفرقة هياخده نعناصر المميزة من هنا عشان كان فيه السن كان هيتلغي فطلقت انا واني سعيد واشرف ابو زيد وطلقتنا بقى على اسامح حسن وحسن مصطفى اللهم السن الأكبر مننا وبدأت المسيرة مع كابتن مختار مختار لحد الفريق الاول مع يعني الحمد لله مع كابتن مختار مختار يعني هو اللي صعدني فريق اول كابتن مختار يمكن كابتن خالد ما كانش حضر للقصة دي احنا بدأنا مع بعض انا وكابتن خالد اما طلعت انا هو كابتن خالد جي احنا كنا عندنا معسكر في اسكندرية مع الناشئين تسوب الخسر مباراة اخلوا الجهاز الفني كله وعينه كابتن مختار مدير فني وكابتن علاء عبدالصادق كان مسك مساعد مدير قطاع الناشئين وطلع مسك مدير كورة في فريق الاول تمام تمام بس احنا كنا في اسكندرية اتصلوا بنا رجعت انا ومحمد فضل وياسر علي رجعتنا للمعسكر ونضمنا وممكن اول ما نضمنا عطور سافرنا اول بطولة كانت في رومانيا اول اللي نجر اتاني مرة برضو مع ببنى اتخلب به انا حسب نفس الموقف مرة كنا برضو كان 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 في برنامج في الراديو وقلت له على حاجة كده على اعلام برضه بتاع ستارج مش لازم تورة بحبت رحالي قال لي ده برضه اعلان يا احمد فلعبت البطولة دي فكان كابتن طرق سليم كان سياتها كان هو مشرف على الكرة وكابتن علاب صديق هو مدير الكرة فرح قال لي كابتن مختار ولمطش شغال حد قال لي من عدك قال له كابتن مختار الولاد ده لعب كويس علي من ساعتها بقى كابتن مختار فضلت معا لتساعدت فريق اول كان كابتن خلت ساعتها انضم معنا وبدأت بقى الحمد لله المسيرة مع الفريق اول لغاية لما طلعت فريق اول يا احمد كنت حس انت ممكن تمشي من نادي انا فعلا كنت ماشي انا كنت رايح امبي الفترة بتاعت صوبل دي ما كانش فيها يعني هو اول مدش اللي اولي صوبل بس بعد كده ببقاش فيها عمار يعني ما بقاش يصعدني تاني فكان ساعتها نادي امبي كان في الدرجة التانية وعايز يصعد فكنت رايح امبي درجة تانية يعني كان عايز يصعده فجات بقى الظروف كابتن رمضان السايد كان ساعتها اللي مكلمني اسامة حسن اللي اتصل بها اقول لي كابتن رمضان شافك وعايزك فجات الظروف اللي الحمد لله لكابتن مختار ميسج اول قرار خدوا عطول ان هو صعدني انا ومحمد فضل وياسر علي الحمد لله كملت بعدها بقى الحمد لله يعني انا بدين طبعا للفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى الكابتن مختار مختار هو اللي صعدني انا هو اللي بداني الفورسان شكرا